أكد وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفضي أن إنهاء معاناة الأشقاء السوريين وإيجاد حل سياسي للأزمة ضرورة إقليمية ودولية جاء ذلك خلال لقائه اليوم أعضاء اللجنة المشكلة من الكونغرس الأمريكي لتطوير استراتيجية شاملة حول سوريا ودع الصفضي إلى تكثيف الجهود للمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة عبر الحل السياسي الذي يقبله السوريون ويحفظ وحدة السوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم ووضع الصفضي الوفد بصورة الضغوط التي تتعرض لها المملكة جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري أعضاء اللجنة من جهتهم ثمنوا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الأردن إزاء اللاجئين ودوره المهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر